والآن نشرة أخبار الجماعة وتشاهدون فيها موجة للرسالة التي ألقاها مولانا أمير المؤمنين نصره الله في السابع والعشرين آزار مارس الجاري أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز يتفقد أعمال البناء في مسجد بيت الفتوح الجماعة الإسلامية الأحمدية في دولة هندوراس تعقد جلستها السنوية الأولى لجنة إماء الله في الجماعة الإسلامية الأحمدية في نيجيريا تعقد الندوة التربوية الأطنية السنوية وإليكم تفصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في النشرة الأسبوعية لأخبار الجماعة الإسلامية الأحمدية والتي نقدمون لكم من سيدياتنا في لندن بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا للرسالة التي وجهها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بن صري العزيز من مكتبه في إسلام مبات في تلفورد في السابع والعشرين من شهر مارس آذار الجاري حيث قال فرضت الحكومة هذه الأيام حضرا على الصلاة في المساجد وإذا كان يسمح بالصلاة فلا إثنين أو ثلاثة فقط ويجب أن يكونوا أقارب إلا أنه لم يتضح المقصود من القانون بشكل جيد الآن فبعضهم يقول يمكن لبعض الأقارب الاشتراك في صلاة الجمعة بينما يقول آخرون بأن الأصدقاء الذين يعيشون معا يمكنهم صلاة معا أيضا على أي حال في هذه الأوضاع ما لم يتضح الأمر لا يمكن إقامة صلاة الجمعة وبما أنه في الجمعة هناك بعض الأمور التي تحتاج التوضيح أردت أن أخاطبكم من المكتب وأن لا نصلي صلاة الجمعة بشكل نظامي وبما أن الإخوة معتادون على سماع الخطبة فإن لم أخاطب اليوم أفراد الجماعة سيصيب بعضهم اليأس وبعضهم سيتكهن أمورا فلأجل ذلك رأيت من الأنسب أن أخاطب أفراد الجماعة من المكتب كما قلت اليوم لا تقام صلاة الجمعة هنا وسنخبركم ما هي الطريقة الأنسب التي يجب أن نتخذها حيث لا نستطيع أن نترك الجمعة لفترة طويلة وأن تواصلي مع الجماعة لا بد منه وهو ضروري أكثر في هذه الأيام ولذلك بعد التشاور مع الإخوة سنجد حلا وإنني أقول لأفراد الجماعة حيثما فرضت الحكومة حضرا على الوصول إلى المسجد يجب أن يلتزموا بذلك وفي بريطانيا مسموح أن يأتي الناس بشكل منفصل ويصلوا ولكن يجب أن يكون هناك مسافة بين المصلين ومع ذلك لا تصلى صلاة الجماعة كما في السابق ولأجل ذلك يجب أن يصلي أفراد الجماعة في بيوتهم ويجب أن يستخرجوا مقتباسات من كتب المسيح المعودي عليه السلام ليستخدموها كالخطبة ثم ليصلوا الجمعة في البيوت حيث لا يمكن ترك صلاة الجمعة فعندما يصلون في البيت ويبحثون في الكتب يستفيدون فائدة علمية لقد بدأت جريدة الحكم بأخذ آراء الناس ونشرها وقد ذكرت أنهم بعد المنع من الحكومة فإن الناس سيقضون أيامهم في البيت ويقرؤون القرآن والحديثة وكتب المسيح المعودي عليه السلام وأدبيات الجماعة وهكذا يزدادون علما كما أن التعليقات على المواقع الدنيوية تقول أن الناس وجدوا فرصة لمحاسبة أنفسهم وكأن حياتهم عادت إلى طبيعتها كما يجب أن ننتبه إلى حياتنا العائلية البيتية والروحانية ونقضي أيامنا بهذه الطريقة هناك برامج جيدة على MTA ويجب مشاهدتها مع جميع أفراد البيت وعلاوة على ذلك فإن الحكومة سنت القوانين لأجل خير الشعب ويجب على أفراد الجماعة أن يتبعوها وكما قلت من قبل يجب أن تركزوا على الأدعية فهكذا تحسنون من حالتكم الروحانية والجسدية وهذا ما يقوله المسيح المعود عليه السلام أنه ينبغي أن ننتبه إلى الله تعالى وأن نستغفره وأن نطهر قلوبنا ونشغل أنفسنا بالأعمال الحسنة إن الله عز وجل أعطانا سلاح الدعاء وينبغي أن نطلب من الله تعالى أن يعيدنا ويجيرنا أما فيما يتعلق بعدم إقامة صلاة الجمعة في بعض الظروف فقد ورد في الحديث أنه يمكن ترك صلاة الجمعة في بعض الأوضاع روى البخاري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض وعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الخروج إلى المسجد وقال مروا أبا بكر أن يأم الصلاة كذلك الشخص الخائف من المرض معذور وهناك رواية في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر من كان خائفا من المرض كما أن المسيح الموعود عليه السلام لم يصل الجمعة في السفر وهناك روايات أنه عند تفشي الأمراض يجب العيش على انفراد فكما قلت سابقا لا يمكن ترك صلاة الجمعة بشكل مستمر وهناك أمر آخر ضروري وهو أن تدعو الله تعالى أن يمن الله علينا بأفضاله وينقذ العالم كله من هذا الوباء آمين أما الآن فلا خبرنا الأول في أهدي النشرة لهذا الأسبوع يوم السلساء العشر من مارس الزار الجاري زار أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز مسجد بيت الفتوح حيث تفقد أعمال إعادة البناء الجارية في مجمع المسجد فالمنطقة الإدارية من المجمع كانت قد تضررت في حريق كبير عام 2015 وبعد هذا الحريق تمت الموافقة على تصميم جديد لمجمع بيت الفتوح من قبل أمير المؤمنين نصره الله وهذا التصميم الجديد يقدم واجهة المجمع بما تلأم مع التصميم الخلفي وهو مؤلف من ست طوابق وما يزال العمل جاريا منذ ذلك الحين وقد شارف على الانتهاء وقد التقى حضرته بمختلف المتعهدين خلال تفقده لأعمال البناء وذلك قبل البدء بجولة شاملة في الموقع ثم تكرم أمير المؤمنين نصره الله باستقبال المتعهدين احتفلت الجماعة الإسلامية الأحمدية في دولة هندراس بجلستها السنوية الأولى في السادس مارس آذار الجاري وكانت الجماعة قد تأسست في هندراس في شباط 2017 وهندراس طولة تتكلم الإسبانية مثلها مثل العديد من دول أمريكا الوسطى والجنوبية وغالبية سكانها من المسيحيين ولهندراس حدود مشتركة مع غواتيمالا وسيلفادور ونيغراكوا ومساحتها 112 ألف كيلومتر مربع بتعداد سكان قدره 9 مليون وخمسمائة ألف نسمة ونظراً لقربها من خط الاستواء فهي تتمتع بجو معتدل وجمال طبيعة خلاب بدأت الجلسة السنوية في السادس مارس آذار بصلاة الجمعة التي أمها السيد هادي علي تشودري الداعي المسؤول في كندا وإضافة إلى الناس المحليين من تيغز كالبة وجاء العديد من سان بيدروسلا وجزر رتوان وحيث أنها كانت الجلسة الأولى في هندراس فقد تعاملت داعية ظهير أحمد بجد للتحضير للجلسة كما جهز المبايعين الجدد للاشتراك فيها بدأت الفقرة الأولى بعد صلاة الجمعة وقد ترأسها الداعية المعين حديثاً في هندراس السيد ظهير أحمد وقد قام بالترجمة للغة الإسبانية أيضاً وألقت داعية محمد صالح في بيليز والمبايع بيرسي دانيل ومبشر أحمد نائب أمير الجماعة في كندا خطابات حول مختلف المواضيع ومن ثم عقدت جلسة أسئلة وأجوبها في الفقرة الختامية حيث أجاب الأستاذ هادي علي تشودري على العديد من الأسئلة عقدت الفقرة الثانية من الجلسة السنوية في السابع من مارس في مركز الكشافة وقد حضرها العديد من الناس إضافة إلى الأفراد المحليين وقد ترأسها السيد عامر نفيس أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في كواتيمالا بدأت الفقرة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم تابعها قصيدة ثم تحدث السيد عامر حول الغرض من الجلسة السنوية بينما تحدث الأحمدية الجديد الدكتور رولاندو حول أسس الإسلام بينما قدم السيد مبشر أحمد النائب أمير الجماعة في كندا لمحة عن النظام الإداري في الجماعة بدأت جلسة أسئلة وأجوبة في الفقرة الختامية حيث أجاب الأستاذ هادي علي على العديد من الأسئلة ثم ترأس الفقرة الثالثة والأخيرة من جلسة هندراس السيد هادي علي الدايا المسؤول في الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا بينما ألقى ظهير أحمد الدايا في هندراس خطابا حول موضوع وحدانية الله سبحانه وتعالى عبر الأزمان تثى عددا من الحضور حول انطباعهم عن الجلسة وألقى السيد هادي خطابا حول موضوع التعلق بالله عز وجل وأظهر من القرآن الكريم والحديث الشريف وكتابات المسيح الموعود عليه السلام كيف يمكن إنشاء العلاقة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى وانتهت الفقرة بجلسة أسئلة وأجوبة تبعها الدعاء شاهدنا الكرام وإلى خبرنا الأخير في هذه النشرة لهذا الأسبوع في السامن من شباط فبراير الفائت نظمت لجنة إماء الله في الجماعة الإسلامية الإحمدية في نيجيريا الندوة التربية الوطنية السنوية في مركز الجماعة في مدينة لاكوس وكانت تلك الندوة السامن منذ انطلاقة هذا البرنامج عام 2012 وكان عنوان ندوة هذه السنة لا للعنف ضد النساء والفتيات بدأ البرنامج بتلاوة من القرآن الكريم ومن ثم ألقيت قصيدة باللغة العربية وكانت المضيفة ومديرة الندوة رئيسة لجنة إماء الله في نيجيريا الحاجة توفيقة فاج بوليدا والتي قالت إن مفتاح كل عظم وامتطل بكل نجاح يكمن في طاعة الله عز وجل وممثله على الأرض وقد أكدت للحاضرات أن العديد من قصص نجاح الرجال العظماء والرسل كانت مرتبطة بالطاعة والخضوع الكامل لله عز وجل ومن ثم نصحت كل عضوات لجنة إماء الله أن يلتزمنا بكتابة الرسائل إلى الخليفة حيث أنه يود سماع عضوات الجماعة حيث ما كنا وكان هناك فقرة تفاعلية حيث نصحت الاشتشاريات المشاركات بأن يعملنا بموجب مسؤولياتهن وأن يعيشنا حياة مثالية كما أن على الأمهات أن يكوننا أكثر مساهمة في العناية بأولادهن وأن يتعلمنا كيف يخاطبنا الجهات المناسبة عندما يلاحظنا ويعينا أن يتغيرا في سلوكيات أولادهن كما سمح للمشاركات بطرح بعض الأسئلة وأن يدلينا بتجاربهن كما قدمت الأخت سيدات أولاكيد عرضا حول مفتاح النجاح وقدم عرض بعنوان اعتلال بوفيات الأطفال أسبابها سبل البقايا والعلاج من قبل الدكتورة مطيعة أي تيرو من جامعة مدينة لاكوس التعليمية الطبية ومن النقاط البارزة الأخرى في الندوة كانت مهارات التقديم والتعليم للمشاركات والتي عادها قسم الصناعة والتجارة في لجنة إيماء الله في نيجيريا وقد حضر الندوة أكثر من 800 عضوة مشاهدنا الكلام بهذا نأتي على ختم نشرتنا والمزيد من الأخبار والمعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة نترككم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة